منتخب مصر جماعة في المباراة دي كان مترابط على مستوى الخطوط وكان فيه بعض اللاعبين كتير منهم كمان قدر يظهر في نقط اللي هي نقط قوة كوديفوار هو يظهر عنده في أفضل حالاته فيقلل من خطورة كوديفوار في ده واحد من اللاعبين اللي خلى مصر يكون لها أفضلية كبيرة جداً في كتير من اللحظات داخل المباراة هو محمد عبد المنان لو عرضنا الأرقام بتاعة محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم عنده تمريرات صحيحة معلش مش باين الصورة عندي محمد عبد المنعم عندي 48 من 52 وعنده دقة التمريرات لو نوضح بس الصورة 92% تمام هنا بقى محمد عبد المنعم 48 تمريرة صحيحة من أصل 52 بدقة 92% محمد عبد المنعم هو الأعلى ما بين لاعبي منتخب مصر في التمريرات الصحيحة بالمشاركة مع محمد النني ومحمد النني أيضاً كان عنده الرقم ده ده ضمن كتير جداً لمنتخب مصر في بداية التضربك بالكرة إن أنت تكون قادر تستحوز كمان محمد عبد المنعم فاز في الالتحامات السنائية بسبع التحامات من 12 وده رقم أيضاً جيد جداً خصوصاً مع لاعبين زي لاعبي كودفار عندهم القدرات والحلول الفردية مميزة وكمان القدرات البدنية مميزة وشفت محمد عبد المنعم قدم المباراة اللي فعلاً أنا قبلها أنا مقتنع بإمكانات اللعب جداً وكلمت عليه بدر جداً ولكن في الاختبارات التقيلة أسامة في حجمه ومبارايات زي كاس الأمم تبدأ تشوف إن ده اختبار لعب ما عندهش خبرات دولية كبيرة لعب كمان ما لعبش في مسابقات زي دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي ما كانش خد الفرصة كاملة فلازم لما تحس إنه حيكون في مواجهة زي دي تبدأ تقلق شوية عليه لا محمد عبد المنعم في تمركزاته كان مميز كمان محمد عبد المنعم استخلص الكرة 12 مرة وده الرقم الأعلى ما بين كل لاعبي منتخب مصر وده مهم جداً كمان يبين دور محمد عبد المنعم خصوصاً مع قدرات مميزة جداً للعاب كودفوار المهم كمان إنه في بعض اللاعبين اللي ساعدوا على ده بمعنى إنه ده عشان تكون دفاعياً زي ما أسامة كان بيتكلم في إنه توصل عليه كودفوار بتمن محاولات انتارجت معناها إن كمان كودفوار كانت بتقرب من مرمج كتير جداً وعلى فكرة استحواز كودفوار في التلت الأخير بتاع منتخب مصر كانت في بعض الأوقات عالي نسبياً لإن إحنا خصوصاً في الشوطين الإضافيين كنا جينا بدأنا نقل أو بدنياً فكنا بدأنا نرجع وبدأ الضغط ما يكونش في أفضل حال ولكن أحمد فتوح بالنسبة لي لا أحمد فتوح أنا لازم أقف عنده لإن هو بالنسبة لي حاجة استثنائية أنا كنت متخوف ويمكن كان أسامة بيشاركني التخوف في المباراة فيما يخص أيمن أشرف إن إحنا كنا شايفين إنه مفترض بأدوار دفاعية يكون على جبهة مميزة جداً فيها أوريير وببيء والجبهة اليمين في كودفوار ده كانت تكون هي الأقوى هجومياً في كودفوار بل هي الأقوى فعلاً هجومياً بمشاركة اللاعبين وحجم الهجمات ومصاري الهجمات في كودفوار اللي عمله أحمد فتوح إنه تاني أعلى اللاعبين في الملعب استخلاصاً للكرة بعد محمد عبد المنعم 11 مرة وده يدل إن أحمد فتوح كان حاضر تمركزات أحمد فتوح كانت جيدة جداً أفضل بكتير جداً ما كنت أتوقع فحقيقة شادة كمان عمر كمال قدم إضافة المباراة دي عمر كمال من اللاعبين اللي ساعدونا في التحولات الدفاعية للهجوم خلال وقت كبير جداً من المباراة عمر كمال التمريات الأمامية بتاعته وصلت ل93% ضقتها ودي مفترض اللي بيكون ريسكي بس فيها خطورة فأنا بشوف إنه لما تشوف الإحصايات العامة مع كتير جداً من الأفراد قدموه هتشوف إنه لأ منتخب مصر قدر يوصل لأرقام جيدة جداً داخل المباراة بالتأكيد يا فرس يعني اتكلمنا عن كل خط الدار بالتأكيد حجازي أيضاً يعني عامل الخبرة في خط الدار مع عمر كمال ومحمد عبد منعم ولكن أنا عايزه عند محمد عبد منعم كمان في راقلة الترجيح يعني محمد عبد منعم خلال 127 دقيقة اتخذ 90 أكشن داخل المباراة منهم 81 أكشن صحيح أكشن يعني تمرير الأمام التحام كرة تانية كل اللعب ممكن يعمله في المباراة 90 أكشن يعني تقريباً 90% منهم كانوا صحيح 81 أكشن من دولة حصل عليهم محمد عبد المنعم مش كده وبس محمد عبد المنعم مراقلة الترجيح وهنا يعني كل التمنيات كل التمنيات بالشفاء العاجل لكابتن مصر ونجم نادي الزمالك الكابتن أشرف آسم محمد عبد المنعم في راقلة الترجيح 2022 فقرني بكابتن أشرف آسم 1986 186 كابتن أشرف آسم لعب صغير ولكن كان من بدايته لعب كبير خاصة الثقة بالنفس أصعب راقلة من وجهة نظري كانت الراقلة الأولى والراقلة الأخيرة ده عادة لما بتكون بتحسن من راقلات الترجيح بيكون مهم جداً أن الفريق أو منتخب مصر أو اللاعب اللي داخل بعد إضاعة الراقلة التالتة نفس سيناريو 98 يكون داخل يأكد أن ما ترجعش الفرقة دي مع نواياً تاني تدخل تسجل راقلة ترجيح يمكن كتير مننا ما شافش محمد عبد منعم بيسدد راقلة ترجيح تخيل في بعض اللاعبين وده طبعاً شعور طبيعي جداً ممكن ترفض نتسجل في مرازة دي حتى لو هم كانوا محترفين في أعطى الدوريات يعني ولكن محمد عبد منعم قرر أنه يسدد الراقلة الرابعة كلنا حطينا إيدينا على قلبنا عايزين نشوف لاعب ست مراد دولية داخل في موقف صعب زي ده ولكن بيسدد راقلة ترجيح عالمية طبعاً زيزو ومشاء الله عليه محمد صراح وعمل الصلاة يعني وكلهم مزيزو خلاص يعني بقى الأمور يعني ربنا دايماً يدامها نعم عليه مع منتخب مصر وأي راقلة ترجيح مع منتخب مصر يسددها دخل محمد عبد المنعم إدانا الثقة دي أنا عايزكم كنت تتراجعوا لقطة محمد النني بعد ما محمد عبد المنعم تقريباً سدد محمد النني خلاص قال إحنا كسبنا ليه؟ لأن الراقلة الخامسة اللي أنت هتسددها تكسب أو حتى لو بجابة التصدى للرقلة الخامسة الكوتيفور نكسب كانت الرقلة الصلاح وصلاح بالنسبة كبيرة يعني ما شاء الله يعني موفق مع الرقلات ترجيح وعنده ثقة أنه يدخل يلعب الرقلة الخامسة والبعض اللي بيتكلم عن فكرة يعني لقطة أو مش لقطة لأ أنا عندي الرقلة الأولى والرقلة الخامسة تحديداً لازم يكونوا أفضل إثنين ترجمة نانسي قنقر